يعني تقريباً تقريباً كل المحترفين كتبوا تاريخ كبير جداً مع النادي الأهلي وكتير وأسماء الحقيقة ما زالت نعيش معنا لغاية النهاردة ما نقدرش أبداً ننساها بسبب تقلقهم بالفانيلا الحمر خليني قبل ما تابع رحلة أبو زبي وكواليس مطش الجمعة خلاصة اللي اتحدد بشكل نهائي بين الأهلي وبيرميدز خليني قف مع حضراتكم مع الأزمة اللي ملهاش الأزمة يعني طبعاً أنا لا يعنيني ولن أتطرق من قريب أو من بعيد لفكرة هو ليه الزمالك انسحب يعني ده شيء يخصهم أو يخص صانع القرار هما يتحملوا المسؤولية أمام التاريخ ويتحملوا المسؤولية أمام الجماهير وإن كان حتى أنا يعني خلينا نتفق برضو كل واحد هيلاقي في محيطه قريب زمالكاوي جار زمالكاوي صاحب زمالكاوي هما الزمالكوية المحترمين موجودين وأغلبهم الحقيقة جمهور محترم جمهور وفي على فكرة بتكلم معاه وبتسمع أراء وتختلف بقى وجهات النظر في النهاية كلها مجرد أراء يعني فيه ناس تقولك انسحب بسبب كهرباء فيه ناس تقولك لا ده والله انسحب بسبب قضية العزل فيه ناس تقولك لا ده انسحب عشان خافي وجه الأهلي في التوقيت ده وهو الموسم بتاعه يعني مش في أفضل أحواله خرج من كل البطولات كل البطولات اللي شارك فيها خرج طب بالعكس أقولهم حتى ده كان فيه أمل يبقى فيه لقب بدل ما الموسم يطلع كده الرصيد صفر لكن في النهاية مش بتاعتي ما تخصنيش ولا تعنيني من قريب أو من بعيد والأهلي حقق اللقب على حساب الزمالك اللي أهلي حقق اللقب على حساب بيرامدز أو على أي فريق تاني متفارقش معي أنا اللي يهمني في النهاية إنه الأهلي حقق اللقب لكن اللي يعنيني بقى يعني يعنيني جدا هو فكرة التضليل لأنه إحنا للأسف الشديد في زمن أصبح فيه الكذب والإفك والبهتان والزور والتضليل أسلوب حياة عند ناس صحية نايمة شربة واكلة طول النهار بتمارس ده طول النهار عندها فن قلب الحقيق في محاولة أنا بالنسبة لي مكشوفة لتضليل جماهرها وإبعادهم أو تشتتهم عن حالة الفشل الزريع اللي بتمر بيها المنظومة دي بأكملها حالة فشل الزريع ومستمرة على كل المستعيد ومحاولة قلب الحقيق ومحاولة إهام البعض أو الكل إنه الأهلي نادي بيتم مجاملته عشان يفوز بالبطولات طيب ما تيجي كده يا مؤمن نحسبها بالورة والقلم الأهلي طول عمره طول عمره بيلعب على ثلاث مستوات بيلعب على مستوى محلي وبيلعب على مستوى قري وبيلعب على مستوى عالمي يعني بيشارك في بطولات بينظمها للاتحاد الدولي للكرت القدم الفيفا أكبر مؤسسة على سطح الكوكب مسؤولة عن تنظيم بطولات مسؤولة عن رياضة كرت القدم كلها ده الفيفا وبيلعب على المستوى القري تحت رعاية الاتحاد الأفريقي الكاف المسؤول عن تنظيم المسابقات القرية وبيلعب طبعا في مصر تحت الاتحاد المصري للكرت القدم طيب أنا يعني همشي مع الأصوات اللي بتحاول إنها تبرر فشلها في تحقيق أي إنجاز إنه الأهلي بيتجامل محلية طب أفريقيا إيه الأخبار طب الناس اللي بتقولوا إنه الأهلي بيتجامل على المستوى المحلي أو إنه فيه تفرقة في المعاملة بين الأندية الأخرى وبين النادي الأهلي عرغم ده لأساس له من الصحة وإن كان فيه نادي تأثر أو تحرم من ألقاب وبطولات فهو النادي الأهلي وممكن أجيب لكم كده التاريخ ما بيتنسيش وكله بالورع والقلم ومش أخدكم لبعيد ده أنا أخدكم لقريب موسم واثنين فاتوا وتعالوا نشوف الأهلي الجامل إزاي وتعالوا نشوف الفرق اللي قدامنا واللي كان بتنفسنا اتجاملت إزاي لكن في النهاية مشي طيب وبرى الحدود إيه الأخبار يعني الأهلي لما يوصل لستة نهائي من أصل سبع بطولات الأهلي لما يتوق في آخر تلات مواسم ببطولتين دوري أبطال وبطولتين سوبر إفريقي واحد على نهضة بركان واحد على رجاء المغربي ونسخة دوري أبطال على حساب الزمالك ونسخة دوري أبطال على حساب كايزر تشيفز طيب الأهلي لما يلعب مع الفيفا بطولات فيها كبار العالم الأهلي لما يكسب بالميراس ويكسب الدحيل ويكسب الهلال ويكسب مونتري ويكسب سياتل ساوندز مين اللي بيجامل مين وليه الأهلي يحتاج بعد كل الإنجازات دي طولا وعرضا شرقا وغربا شمالا وجنوبا يحتاج لحد يجامله في مسابقات أنا آسف يعني الأهلي يغرد فيها منفردا ولا أنتو مش واخدين بالكم يعني أنتو مش واخدين بالكم أنه الموسم ده مثلا على سبيل المثال الأهلي الوحيد الفريق المصري الوحيد اللي وصل ومكمل المشوار في بطولة أفريقية الأهلي الموسم ده هو النادي الوحيد اللي محقق لقبين منهم لقب كاس ومنهم لقب سوبر مصري وبالمناسبة السوبر المصري كان على حساب الزمالك والكاس كان على حساب بيرامتز لأنه هم دول الأصوات اللي بيتكلموا دايما على فكرة التفرقة في المعامل على الرغم منه أجندة النادي الأهلي هي الأكتر ازدحاما بالمباريات والأكتر مشاركة في البطولات والأكتر على مستوى صعوبة المنافسة يعني أنتو في النهاية بتنفسه في كونفدرالية بتنفسه في دور مجموعات في دوري أبطال دي الحدود الأهلي بقى بيلعب كاس عالم وبيلعب سوبر وبيكمل في دوري الأبطال عدد مباريات النادي الأهلي في كل موسم تفوق ب على أقل عشر مباريات عن كل الأندية اللي بتنفسه في مصر على أقل تأدير عشر مطشاط بيلعبهم الأهلي زادة على مستويات أو مع مستويات أعلى بكتير جدا من المستويات اللي موجودة هنا في مصر ومع ذلك قدرته على الإنجاز مستمر أقل عدد صفقات قام بيها النادي الأهلي انت بتديت المسم ده بثلاث صفقات وبالمناسبة عشان بس نقفل موضوع الاسكواد والصفقات وإلى آخر وأنه الأهلي بياخد نجوب مش حقيق على الإطلاق وأغلب المحللين ما بيقولوش على الأهلي أنه أفضل اسكواد في مصر